هحتاج لبزوري الكتان. وبزوري الكتان بتحتوى على نسبة عالية من القومي جسري اللي بتغز البشرة وبتحفز خلايا البشرة على انتاج الكولاجين. فبتقلل من الخطوط الروفية لبتظهر حول العين. كمان بتساعدها لتفتيح البشرة والتخلص من البقع. وبتكون مرتب هايل للبشرة. لعمل الوصف احتاج لمعلقتين من بزوري الكتان. هجيب بقى اي حاجة ممكن ارفعها للنار وهبتدب اضافت معلقتين من بزوري الكتان. بسم الله. اول خطوة بقى انها هعملها ان ده انا هبتدى اخسل بزوري الكتان دي عشان هتأكد منا اضافتها. غسلت بقى كده بزوري الكتان كواس جدا وصفتها. هضف بقى عليها دلوقتي مقدار كوباية من المياه الدافية. ضفت بقى كده كوباية المياه الدافية وهبتدى بس بخلط كده بزوري الكتان في المياه. وهسيب بقى بزوري الكتان منقعة كده في المياه لمدة ساعتين. وبعد كده بقى هنكمل. ده بقى شكل بزوري الكتان بعد ما سبتها كده منقعة في المياه لمدة ساعتين. شايفين بزوري الكتان بقى الطرية. وتقريبا ابتدت تخرج جل بزوري الكتان. هرفعها بقى دلوقتي على نار تكون هدية جدا وهسيبها بقى تغلي لمدة ديها ودقيتين بس بالكتير. في الوقت ده هتبتدي بقى تعمل رغبة كده بيضة ويبتدي بقى يتكون جل بزور الكتان وهيتكون بسرعة جدا. ده لاننا نقعنا البزور قبل ما نرفعها على النار. كمان هنقل للوقت تسويتها على النار وبالتالي هنحتفظ بكل فوائدة. بزور الكتان يبتدت بقى تغلي كده على النار. هستفع لمدة دقيقة واحدة بس تغلي وبعد كده هرفعها على طول من على النار. شايفين اول ما ابتدت تغلى على طول ابتدت يتكون جل بزور الكتان بالشكل ده? عشان انحنا نقعناها قبل ما نرفعها على النار. رفعت بقى بزور الكتان من على النار بعد ما غليت حوالي ديها وديايتين بس شايفين جل بزور الكتان يتصوير بسرعة ازاي? كمان لونه بيكون فاتح كدا. مش بياخد اكتر من ديها وديايتين بس غالية على النار. وبكده هيكون محتفظ بكل فوائده. هبتدي بقى دلوقتي اصفي جل بزور الكتان بسرعة وهو سخن كده قبل ما يتماسك. تقدر بقى تصفيه بمصفى سلك تكون دياب الشكل ده. والافضل بقى لو صفطيه بقطعة من القماش او الشاش او حتى تجيب شراب نيلون وتحطي بقى في المكونات دي وتبطيق تعصورها كويس جدا. دي هتكون افضل طريقة عشان تستخلص كل كمية الجل. وده بيكون بقى شكل كمية جل بزور الكتان بعد ما صفتها. شايفين قوم الجل? كمان لونه فتح جدا ونتيجته غايل. بكده خلاص الجل بيكون جاهز. هحتاج للرمان. والرمان بيقلل من التهاب البشرة وبيحمي خلايا البشرة من التلف. كمان بيقلل من زهور البقعة الدكنة والتجعيد. وبيكون مضاد للجرسيم فبيعالج البكتيريا المسببة لحب الشباب. كمان بيعتبر مقشر طبيعي بيفتح البشرة جدا وبيرتبها. وبيحمي من اثار حروق الشمس. لعمل الوصفة بقى هحتاج لمقدار نص كباية من الرمان. والكمية بقى بتكون حسب رغبتك. هجب بقى كده لخلطه هبتدي باضافة نص كباية الرمان. بسم الله. هخلط بقى دلوقتي الرمان ده كواس جدا لغاية ما ينعم ويبقى زي العصير. من غير اضافة اي مية عشان انا مش عايزة اقلل من فوائده. ده بيكون بقى شكل الرمان بعد ما اتحمته كواس جدا وبقى نعم زي العصير بالشكل ده. باستخدام بقى مصفة سلكة تكون دقيقة جدا هبتدي بقى صفيه عشان عايزة اتخلص من بزر الرمان. ده بيكون بقى شكل عصير الرمان بعد ما صفيته. شايفين العصير بقى رايق جدا ما فيهوش اي بواية من بزر الرمان. تمام بيكون محتفظ بكل فوائده لان ما ضفتش عليه اي مية فمخففتش من تركيزه. وبكده بيكون العصير جاهز. احتاج لجل الصبار او الالوفيرا جل. وجل الصبار ده بيكون مرتب هاية للبشرة وبيخلصك من اثار حروق الشمس. كمان بياخر زور عامات تقدم السن. هاجب بقى كده الطبقة وابتدي باضافة معلقتين من جل الصبار. دي المعلقة الاولى. ودي المعلقة التانية. احتاج لزيت اللوز الحلو. وزيت اللوز الحلو ده من اروع الزيوت اللي بتفتح البشرة جدا وبتبيضها. وبتزين البقى عند دكنة والتصبغات الجلدية. وبيرطب البشرة الجافة. وبيكون مناسب لجميع انواع البشرة. هادف بقى كده المكون الثاني هو معلقة صغيرة كده من زيت اللوز الحلو. هاحتاج للجلسرين. والجلسرين بيفتح البشرة جدا وبيرطبها. وبيضع للبقى عند دكنة والتصبغات الجلدية حتى لو بقى لها فترة طويلة جدا. هادف بقى كده مقدار معلقة صغيرة من الجلسرين. هاجب بقى دلوقتي بقى دلوقتي بقدار معلقتين كبار من جل بزور الكتان اللي انا جهزته في الاول. وهبتدي بقى دلوقتي اضيفه على خليط جل الصبار والزيوت. والكمية اللي بقى يا بقى من جل بزور الكتان دي بحتفظ بها في التلاجة في علبة نظيفة وبقفلها بقى كويس جدا. بتكون صرحة الاستخدام لمدة شهر كامل تقدر بقى تستخدمها في عمل اي وصفة. هبتدي بقى دلوقتي باضافة جل بزور الكتان على الجل الصبار والزيوت. هتكون عصير بقى الرمان. هجب بقى عصير الرمان اللي انا جهزته هبتدي باضافة في الاول معلقة او معلقتين كده. وهفضل اضيف بقى منه كده بالتدريج. لغاية ما وبحصر على قوامل سيرو. هبتدي بقى بخلط كده المكونات دي كلها كده مع بعض. بفضل بقى لو خلطيها بالمضرب اليادي وعشان كل المكونات دي تندمج تماما. اول ما بيختفي بقى صير الرمان كده هضيف بقى كمية تانية. اهلا اهدفت بقى كده كمية تانية من العصير. وهفضل برضو اخلطها. ومتستعجلش واضافة العصير عشان قوامل سيرو ما يبقاش سايل. وهتفضل يبقى ضيف كده بالتدريج اسمائي الخلط الغد ما بتحصل على القوامل مناسب. الاول هو بيبقى سايل بالشكل ده بس مع استمرار الخلط كل المكونات هزيز زاتها مسك. اخلطها بقى كواس ووريكم شكلها النهائي. خلطت بقى كده خلاص كل المكونات كواس جدا لغاية ما اندمجت شايفين بقى قومها كريمي ونعم ازاي? وقومها بيكون زي الجل كده. وده بيكون بقى الشكل نهائي للسيروم. شايفين قومه مش تقيين ومش خفيفة. ناتيجته اكتر من هيلة. بكده خلاص السيروم بيكون جاهز. هجيب بقى الباسفرية بالشكل ده انا عسلتها كواس جدا وجففتها. والعلبة بالشكل ده هتسهل جدا استخدام السيروم على البشرة. وده بيكون بقى الشكل نهائي للسيروم بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى للعلبة احتفظ به في التلاجة هيكون صالح للاستخدام في التلاجة لمدة شهر كامل. ولو حبيتي تحتفظ به خارج التلاجة برضو هيكون عادي جدا هيكون صالح للاستخدام لمدة اسبوع واحد بس. فيفضل انت تعملي كمية صغرى وتجديدها بانتظام. ده بيكون افضل عشان تحافظ على صلاحيته فعالية المكونات. نيجي بقى لتلات استخدام السيروم. السيروم ده لازم يستخدم على بشرة تكون نظيفة لازم تغسلي بشرتك في الاول كواس جدا وتجفي فيها. وبعدك هتستخدمي بقى عليها السيروم. لان كل ما كانت بشرتك نظيفة كل ما هتستفيد كواس جدا بكل مكونات السيروم ده. بعد بقى ما هتغسلي بشرتك كواس جدا وتجفي فيها. هترش بقى من السيروم ده على كامل الواجه وعلى الرقب وعلى الادين. وهتركز بقى على الاماكن الدكنة او الجفة حتى في كامل الجسم. زي منطقة الاكواع او الركب. لانه بيكون فعال جدا في تفتيح وترتيب البشرة. بعد كده هتدليك بقى بشرتك باطراف اصابع ايديكي لمدة دي او دي اتين. بحركات خفيفة جدا لغطم بشرتك بتمتصه تماما. والبشرة تنتصه بسرعة جدا لانه كل مكوناته بتكون نعمة بتكون سهلة الامتصاص. فمش هيكون لها اي اثر على البشرة. امسى بوقت بقى لاستخدام السيروم ده عشان بشرتك تستفيد بيه كواس جدا هيكون بالليل قبل النوم. هيكون بقى لك الاختيار ان انت تسيبها على البشرة لمدة نص ساعة وبعد كده تغسليه. او تسيبها بقى على البشرة من بالليل لغاية الصبح. وانا بفضل انت تسيبيه من بالليل لغاية الصبح. لانه مش ايديك خالص لان بشرتك هتنتصه تماما. وكمان بشرتك هتستفيد بكل مكوناته خلال فترة النوم. سواء بقى استخدمتيه لمدة نص ساعة او من بالليل لغاية الصبح. فانت تغسليه في الاول بالمية الدافية وبعدها بالمية البردة. وبعدها ترش بشرتك بماء الورد. او ممكن ترطبها بزيت اللوز الحلو او زيت الورد. هتدوي بقى على استخدام السيروم ده بنفس الطريقة دي على البشرة او حتى لكامل الجسم. اي منطقة تكون جافة او دكنة في الجسم تقدر استخدميه عليها بيكون فعال جدا. هتدوي بقى لاستخدامه بالشكل ده بشكل يومي. عشان تاخدي منه افضل نتيجة. ومع المداومة والانتظام على استخدامه نتاجه هتكون سحرية. من افضل الوصفات الطبيعية اللي بتفتح البشرة جدا وتبيطة. كمان بتعالج البقع الدكنة والتصبغات الجلدية مع مداومة استخدامها. سيروم الرمان بيكون فعال جدا في التقليل من التهاب البشرة. وبيحمي خلايا بشرتك وبيحافظ على شبابها الدايم. وبيقلل من ظهور البوع الدكنة والتجعيد والخطوط الرفيعة. فزي ما قلت هيحافظ على شباب بشرتك الدايم مهما كان عمرك. كمان بيكون مضاد للجرسيم فبيطهر المسام. وبيعالج البكتيريا بقى اللي بتسبب حب الشباب والحبوب والبصور. وكمان بيعتبر مقشر طبيعي للبشرة. وزي ما قلت بيفتح البشرة جدا وبيرتبها. ومن بيرتب البشرة بشكل مضاعف. وكمان بيحمي بشرتك من اثار حروق الشمس. سيروم الرمان وجل بزور الكتان بيحتوى على مكونات لها فعال السحر حرفيا. المكونات دي بتكون من اروع المكونات اللي بتحافظ على شباب بشرتك الدايم. لانها بتمنح بشرتك نضارة وترتيب ونعومة. وبيحافظ على مظهر صحي جدا للبشرة. وهتغنيك عن شيرل سيروم الغالي جدا للعناف بشرتك. هيكون ده البديل الطبيعي والامن والفعال جدا. وبما اننا بقى استخدمنا الرمان كعلاج خارجي للبشرة بيكون فعال جدا. كمان لو عايزين نزود الفعالية هنستخدمه كعلاج داخلي. فياجب بقى ان احنا نتناول الرمان بكسرة خاصة احنا في موسم الرمان من افضل الحاجات اللي هتساعدها لتوريد البشرة ونضارتها وتفتحها. وهتكون مضاد للتجعيد والخطوط الرفيعة وهتحافظ على شباب بشرتك الدايم هي تناول الرمان بكسرة. الرمان بيكون كنز طبيعي من الفوائد لازم نستفيد بيه كواس جدا. واتمنى طبعا ان تكون وصفاتي النهاردة عجبتكم. لو ما عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان نفصل لكم كل جديد من وصفاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.